بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر ماشين إليمتز ديزاين 1 نستكمل معا شابتر 7 ويلد جوينز بالطبع عندنا أنواع أخرى من الوصلات اللي هي زي اللي قدامنا دلوقتي دي طبعا حالات خاصة وأول حاجة لو عندي لوح بالشكل ده كده وعمود بالشكل ده وملحم عليه دائريا الشكل ده طيب الإجهاد اللي واقع على وصلة اللحام دي اللي هي الجزء اللي أنا بضلل عليه ده أي نوع من أنواع الإجهادات لو لاحظنا هنا هنلاقي العمود ده واقع عليه تورك وإحنا قلنا قبل كده أن التورك ده بيسبب إيه تورشن أو تورشنال سترس تورشنال سترس فبالتالي الإجهاد الواقع على الوصلة هنا وصلة اللحام هيبقى عبارة عن تورشنال سترس اللي أنا برمز له بالرمز تاو يبقى تاو هنا اللي هو التورشنال شير سترس وإحنا اتفقنا قبل كده أنه التورشنال سترس بيساوي تي في الأر على جي حيث تي اللي هو التورك هنا والأر اللي هو بيمثل نصف القطر بتاع العمود والجي هنا اللي هو بيمثل البولر مومنت أوف انيرشيا طبعا لو أنا أخدت مباشرة الولد سيكشن اللي هو قيمته بتساوي باي في تي في الدي تكعيب على أربعة يبقى في الحالة ديت عندي التاو بيساوي تي في نصف القطر هنا بعوض عنه بدي على اتنين وعلى باي في تي في الدي تكعيب على أربعة وبالاختصارات بيطلع عندي أن التاو أو إجهاد الالتواء الواقع على وصلة اللحام بيساوي اتنين في التورك على باي في تي في الدي تربيع حيث اكتيدة هي اللي هي سمك وصلة اللحام واللي هي لازالت برضو زي ما حسبناها قبل كده 707 من ألف ضرب سمك اللوح اللي عندي دي حالة الحالة التانية حالة البندنج سترس نفس الحالة نفس اللوح ونفس العمود لكن واقع هنا فورس ولتكن بي مثلا في الطول ده يبقى البي لو قلنا أن الطول ده L يبقى البي في الال بيساوي الام اللي هو المومنت ده وإحنا قلنا قبل كده أن المومنت على طول بيسبب ايه بندنج سترس البندنج ناتج من المومنت والتورشنال سترس ناتج من التورك فكاركو تاني يبقى هنا الوصلة بتاعة اللحام واقعة تحت تأسير بندنج سترس والبندنج سترس قبل كده سيجما بندنج قلنا بتساوي ام في واي على اي سيجما بندنج بتساوي ام في واي على اي وقلنا يمكن هو هنا معوض با ام على زد حيث زد هنا بتساوي اي على واي زد اللي هو بيمثل السكشن موديلس وده بيساوي اي على واي ودي ده مجهة اللي اتنين مع بعض الاي والواي في السكشن موديلس ده ودهن القيمة بتاعته اللي هي باي في تي في الدي تربيع على اربعة فبعوض مباشرة عندي في العلاقة دي وبيطلع ان سيجما بندنج او اجهاد الانحناء الواقع على الوصلة دي بيساوي اربعة ضرب المومنت على باي في التي في الدي تربيع وبرضو التي اللي هي سمك اللحام الصافي وبدأ بيساوي سبعمائة وسبعة من الف اس الحالة اللي بعد كده اللي هو البط جوينت لما يكون عندي اللوح مع اللوح مباشرة وده منطقة اللحام ده طبعا بيتعرض الى اجهات شد صافي تماما قيمته بتساوي سيجما تي بتساوي الفورس على الاريا الاريا هنا بتساوي سمك اللحام ضرب طول اللحام اللي هو التي في الال لو حصل عندي انه عندي طبعا السمك هنا كبير فعملت الدابل في او الدابل يو يبقى في الحالة ديت هيبقى السمك عندي اللي هو تي واحد زائد تي اتنين ضرب ال ده الاختلاف الوحيد نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله